اللهم عن كل من قال عن رسول الله انه يهجر وتخلف عن جيش اسامة وارتد وانقلب على عاقبه وبعد ذلك تبوأ موقعا دمر به الاسلام تدميرا ولكن لو اسأل هل هناك من مجيب كيف من يقول عن رسول الله انه يهجر يكون قائدا للامة اليس هذه الامة عبارة عن غنم او حمير اعزكم الله من يهتدي بمن يقول ان رسول الله يهجر هل هو من هو الذي اسرف منه الحمار اسرف منه البهيم اسرف منه الخنزير اسرف منه واحد يهتدي على ربك رسول الله وانت تهتدي به انت مشرك معه في نار جهنم لماذا يتظاهر البعض اذا كتب احدا عن رسول الله كتابة بها نوعا من الاستهزاء وادنا نشق ثوابنا ونطلع عراية اموهاي انت اميانت اتعالي شوفوا يا حمير حزكم الله هذا نال من فاطمة ودمر البيت الالهي تدميرا مبرما التدميرا واعظا بالارض فسادا لعب بأحكاما القرآن فعرضها عن موضعها واستبدل الاسلام بالجاهلية المقيتة ولازمنا لهذا اليوم ندفع الثمن ولكن نحن ابينا ان نقول الحقيقة خوفا على كراسينا لان من نصبنا هو من اطاح بفاطمة وعلي هو الذي ينصبنا للمشيء دعا دالي